الانسان دايما مشارب معرفته بتؤثر كتير على فكره يعني العقلية الدينية غير العقلية القانونية غير العقلية السياسية غير العقلية الاقتصادية لكن في تقديري ان رجل الديني الحقيقي الذي سيتصدى يجب ان تكون عقليته جامعة لكل العلوم حتى يستطيع ان يتكلم وافكروا في الكلام ده كويس انا لما اجا اكلم اي حد من اللي دارس دين بس هيكلمني في السياق واحد وده مش غلط ده مش غلط ولما اجا اكلم القانونيين هيكلمني في السياق قانوني واحد وده برضه مش غلط والاقتصاد زيه والاجتماع زيه لكن الذي سيتصدى كمفكر لمعالجة اضايا عصره من منظور ديني لابد ان يكون زو عقلية جامعة دارس كل اله وده موضوع صعب انك تقرأ في كل المعارف وتمتلكها حتى تستطيع انك انت تتكلم في الامر اللي حيطرح عليك او تطرحه بشكل كويس ده محتاج محتاج معارفة اخطر وعشان كده احنا في الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل واعداد القادة احنا لازم ناخد من من الشباب الدعاء والعلماء ناخدهم يقعدوا معنا فانتوا شوفوا العدد منهم ناخدوا نوريله نقوله خد مع اللي انت بتشوفه هنا كلام على المستوى النظري وعلى المستوى العملي على المستوى النظري في حالة مكشفة ان رجل الدعوة فعليا لازم يبقى متصل ومتواصل ومطلع وعارف بيء العلوم المختلفة في الحياة لانه الدين ده هو علم الحياة كاملة الرجل بتاع الكيميا بيفهم في الكيميا يعني بتاع الفيزياء يفهم في الفيزياء بتاع القانون يفهم في القانون بتاع الاقتصاد يفهم في الاقتصاد وممكن تكلم مثلا دكتور متخصص في الجراحة فيكلمك حلو قوي في الجراحة يجي يطلع بره التخصص ده تلاقي تاقي او على الاقل ما عندوش معلومات بتاع الدين بتاع الدين مفروض انه لا يركن الى كتب التراث الدينية فقط ولكن لازم يبقى مطلع يعني انا مثلا في القطار ده اشيد بنموذج زي شيخ خليد الجندي حقيقة شيخ خليد الجندي تقريبا ما بيسبش حاجة الا ما يقراها في مختلف العلوم والفنون روايات تلاقي عندو كتب في الكيميا تلاقي حاجات تلاقي سير علماء من مختلف الاتجاهات فهو قارئ قارئ جيد جدا ليه مختلف العلوم دكتور علي جمع يعني دكتور علي جمع عندو مكتبة تخد برضو في مختلف العلوم اللي هو يشوفوا افلام يتفرجوا على افلام على افلام سينمائية مصرية وامريكية وغربية اوروبية لانه عشان الخيال يروح ايه المانع انه يبقى عندنا داعية يروح معرض فن تشكيل يتفرج على فن تشكيل يسمع موسيقى ما هو كل ده بينمي الخيال وبيفتح الافق فالناس لما تيجي تتكلم في مشاكل البشر يبقوا فاهمين هما بتكلموا في ايه انما انما ما ينفعش انه انا اجا اسأله في سؤال فيقوم رصصلي عشرين واحد من الفقهاء القدماء الذين تحدثوا في مثل هذه المسائل في عصرهم وبعدين يزنقني في ركن العلماء دول على دماغنا بس في عصرهم يعني واحد في القرن الثالث في القرن الثاني في القرن الاول في القرن الخامس في القرن السادس اجتهد في المسائل اللي كانت في عصره ده راجل اجله واحترمه واقدره لانه عالم بس امتى هناك هنا انا اتعامل معاك تاريخ لان انا محتاج عندي مشاكل وعندي اضايا هنا كتيرة جدا ملحة عايز اتكلم فيها عايز اشوف احوال الناس واوضاعهم علاقة الناس الناس تجتهد اوي في الاحتكار الناس بتوعوا الاحتكار دول اللي بيحتكروا السلع وبيجوعوا الناس ما هو ده دي اضايا ملحة مثلا فاذا اذا العقلية الدعوية مفروض ان تكون عقلية منفتحة تماما ولذلك لحق على طول الرئيس قال انه الدعاة وشباب الدعاة والعلماء يبقوا موجودين في الاكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب للقيادة لانه هناك بيدرسوا مختلف العلوم بس انا بقول جان جنب جنب هذه الاكاديمية مفروض انه ينفتح الدعاة عندنا ويروحوا هو ايه الازمة لما يبقى داعية وبزي ازهري ويروح سينما يعني ايه اللي هيحصل ايه المشكلة فيه ناس تستبشع ده يقولك ازاي الشيخ يروح السينما ما هي السينما ده يا جماعة مش بيد دعارة سينما بتعرض فيلم تروح تشوفه وتناقش وممكن تكتسب فكرة وثقافة فتروح يعني الناس تستبشع ده لو اقولك انا لا عادي جدا الداعية وازهري ولانه ده زي شغلانة مش زي مقدس كما يعني زي الازهري ده ليس زيا مقدسا ده زي شغلانة بيميزه زي الراجل الدكتور اللي لابس بلطه لابس بلطه وهو في العيادة فالراجل بيبقى لابس زي الازهري ده ده مواصفات زي الازهري ما زلتش في القرآن مش مقد ليس هناك حديث يعني بيقول انه الراجل اللي بيبقى داعية يلبس كذا لا ده ثقافة اجتماعية المجتمع هو اللي قال ان اللبس ده واتفق عليه وميز الدعاء زي ما القساوسة والرهبان بيلبسوا زي بتاعهم ده زي تمييز مش مقدس كويس فعادي يروح به السينما يروح به معارض فن تشكيلي يروح حفلات الاركستر القاهرة السينفوني يروح يسمع ده احنا محتاجينه لان انت محتاج اعادة تأهيل للدعاء مرة اخرى ومش عايز حد ياخد الكلام ده بحساسية وكأن انا بحرد الدعاء على الفسق لان انا بقوله ده مش فسق يعني اما تروح تفرج على فيلم في السينما ولا تروح حفلة في القبرة ولا تسمع مزيكة ولا تشوف لوحات فن تشكيلي ولا تقرأ روايات يعني ده مش تحريض على حاجة وحشة ولكن بيبقى فيه تنمية تنمية لي الوعي والفكر لان انا هقول لحضراتكو على حاجة فيه قضايا بيقف قدامها الدعاء عجزين مش عارف يعمل ايه ومش عارف يتصر وتقفل يعني انا فيه يعني مشهدين انا شفتهم حتى في فترة انا كنت يعني بمارس فيها الدعوة يعني ختمت القرآن وكنت بمارس الدعوة وخطبت على المنبر حوالي سبع سنين ففيه احيانا الناس يجوا يقولك الراجل ده حافز القرآن وبيطلع يخطبه بتاعه فنسأله ففيه مشاكل انا شفتها قدامي الدين بيقف عند مرحلة ما بتحركش يعني انا فيه شاب بجيء كان شيخ يعني ان شيخنا قاعد فبيقوله يا مولانا انه شاب يعني تعباه وبيشتكيله حالته النفسية فأقول راجل فهم فقال له يا ابني يعني الاسلام بيقول ما انا استطاع منكم والباقي ده فليتزوج فقال له ما عنديش ما فيش عندي فلوس واهلي مش مساعديني وبتاعه قال له طيب فان لم يستطف عليه بالصوم فقال له صمت وتعبان برده عنده مشكلة يعني حالته مسامحاله يعني فقال له يعني تصوم اما لم يستطف عليه بالصوم قال له صمته ما قدرتش مش قادر يعني فقال له طيب ما هو هو وقف هنا فانه قالك صوم فانه له وجاء ده الحديث وبعدين في المرحلة التالتة قال له طيب ما قدرتش تجاوز ما قدرتش تصوم فاصبر قال له مش اسبر اسبر ليه المجتمع كله حواليا قاعد يعني عايز عيش حياته الطبيعية الشاب يعني هيعمل ايه هنا الداعية اللي قر الكتب بيقض عند المرحلة دي كويس لكن لو هو عنده وعي فيعرف المجتمع ماشي ازاي وعيش ازاي وفيه جمعيات ويقدر ياخد الشاب ده يشغله في حاجة ويقدر يساعد في مش عارف ايه ويبدأ يدعي المجتمع انه يسهل امور الجواز مثلا يعني الدعاء ساكتين ليه على محالة المغالاة فيه اللي الناس بتتجاوز فتلاقيه عشان شاب لسه طالعف عشان يتجاوز مثلا محتاج له ثلاثمائة ربورمائة الف جنيه يجيبه منين فهينا دور على سبيل المثالي اشتركوا في القناة